أخيرا وبعد طول انتظار وصل المنجارو إلى السعودية وإن شاء الله قريبا يكون متاح في كل الدول العربية كان متاح سابقا في الإمارات والبحرين واتوقع الكويت بس بس دلوقتي بقى موجود في السعودية أهم المعلومات هنعرفها النهاردة عن المنجارو طرق الاستخدام، الجرعات، الأسار الجنبية كل حاجة النهاردة هنعرفها عنه الدواء ده أنا باعتبره صراحة يعني مفروض اللي اخترعه ياخد جايزة نوبل لأن الدواء ده خفف معاناية ناس كتير جدا من مرضى السكر النوع الثاني وكمان الناس اللي عندها سمنة أو زيادة في الوزن وعندها مشاكل صحية تبنعها أنها تعمل تكميم الدواء ده فادهم جدا ده اللي احنا هنعرفه النهاردة فيالله بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات كابسولة صح طيب ايه هو المنجارو والمنجارو ده بيشتغل ازاي وازاي جرعاته المنجارو المادة اللي موجودة فيه اسمها تريزا بيطايد طيب المادة دي بتشتغل ازاي المادة دي ليها طريقتين في الشغل في طريقة منهم ما احنا حكيناها لما كنا بنتكلم على الريبيلساس والساكسيندا اللي هو فيها حاجة بتشتغل على جي البيوان اجونست او مواد كانت موجودة بجسمك اللي احنا كنا بنسميها المخبرين اللي هو بيلمح السكر بيطلع جرع على البنكرياس يقول له طلع انسولين المادة دي كمان كانت بتعمل حاجة تانية ان هي بتروح تقلل من حركة الاكل من المعدة للامعاء فده كان بيديك احساس بالشبع فبالتالي ما انتش جعان فبالتالي يحصل ايه وزنك ينقص الجديد بقى في المونجارو ان المونجارو بيشتغل كمان بحاجة اسمها الجي اي بي طيب ايه الجي اي بي هي شبه الجي البي بس الفرق الوحيد ان هي لما بتلمح السكر في الاثنى عشر بتجري على البنكرياس تقول له افرز انسولين او بتحفز افراز الانسولين في الجسم هما ليه اصلا عاملين الهالة العالمية على المونجارو المونجارو معمول حوالين منه الهالة دي بسبب النتائج بتاعته النتائج بتاعته بالنسبة للناس اللي بتخس وزن او للناس اللي عندها سكر النوع التاني الارقام بتاعته ما شاء الله حاجة يعني فوق الخيال تخيل انت مثلا لما اقولك ان انت لو خدت جرعة 15 ميلي جرام من المونجارو وزن جسمك بينقص حوالي 21% انت متخيل يعني انت لو وزنك كان 100 كيلو بتنقص 21 كيلو بدون اي جهد بدون عمليات بدون تعب بدون اي حاجة لمجرد انك اخدت الجرعة دي طيب انا مش عايز اوصل لجرعة 15 العشرة ميلي جرام بتنقص حوالي 19.5% من وزن جسمك الخمسة ميلي جرام بتنقص 15% من وزن الجسم انت متخيل يعني تاني جرعة من الدواء بتنقص 15% من وزن الجسم طيب اللي 2.5 ميلي جرام ما بتعملش حاجة لان دي جرعة غير علاجية معنى صح هي جرعة من الدهالك عشان جسمك يبدأ يتعود على المادة الفعالة اللي موجودة في المنجر طيب بالنسبة المفعول للمريض السكر قالك ان هو بينزل عند مريض السكر السكر التراكمي بتاعه تحت 7% في 8 اسابيع يعني في خلال شهرين اتنين سكرك التراكمي يكون تحت 7% في المقابل مثلا حاجة زي الاوزنبيك بالنسبة للسكر تركيز 1 ميلي جرام كانت بتنزل السكر التراكمي بس بعد 12 اسبوع المنجارو هنلاقيها بتيجي اول تركيز عندنا اللي هو تركيز 2.5 ميلي جرام والقلم بتاع المنجارو اولا العلبة دي بيجي فيها من جوه اربع اقلام القلم الواحد يكفيك اسبوع واحد وحقنا واحدة دي مهمة معلومة لان هو مش زي الاوزنبيك ينفع ان انت تقسم منه في طريقة معينة هشحالكم ان شاء الله في فيديو ثاني طريقة الحقن بتاع المنجارو بس حاليا احنا نتكلم على الجرعات العلبة دي فيها اربع اقلام بتستخدم اول ما بتبدأ في المنجارو بتبدأ بتركيز 2.5 ميلي جرام بتحقن الم او جرعة كل اسبوع بعد كده بنبدأ ان احنا نزود الجرعة الجرعة اللي بعدها بتكون 5 ميلي جرام وهنا بقى الطبيب بيحدد انت جابت معاك نتيجة سواء للسكر او للتخسيس ولا لا طيب لو جابت نتيجة الدكتور ممكن يوقفك على الجرعة دي وفي الغالب هيحصل ان هو هيزود معاك الجرعة وخصوصا لو كان عندك زيادة في الوزن برضو نفس الطريقة بنحقن ألم او جرعة كل اسبوع لمدة اربع اسابيع بعد كده بتيجي جرعة السبعة ونصف ميلي جرام نفس الطريقة العلبة فيها اربع اقلام ألم كل اسبوع لمدة شهر بعد كده عندنا تركيز 10 ميلي جرام برضو نفس الطريقة لمدة شهر وهنا الطبيب برضو بيحدد هل انت تقدر توقف لحد كده ولا ان احنا بنكمل لازم لحد ما نوصل للجرعة اللي بعده بعد كده في جرعة 12.5 ميلي جرام برضو ألم كل اسبوع لمدة شهر واقصى جرعة من المنجارو 15 ميلي جرام طب احنا ليه اصلا بنمشي بالتدريج بتاع الجرعات يمجين دي معلومة قولناها قبل كده لما كنا بنشرح الساكسينده او حتى بنشرح الريبيلساس احنا قولنا ان احنا بندرج الجرعات على اساس ان احنا نقلل من الاثار الجانبية بتاعة الدواء ان هي بتبدأ معانا بالتدريج طب اه الاثار الجانبية اللي ممكن تحصل من المنجارو اثار جانبية عادية خالص مرتبطة شوية بطريقة شغل الدواء وفي الغالب بتبدأ معاك في الاول وبعد كده بتختفي زي احساس بالغسيان بالقيق ألم شوية في البطن يعني احساس بالتجشق والحموضة والحاجات دي وده كله اشياء طبيعية مرتبطة بمفعول المنجارو ان هو بيقلل من حرقة المعدة فبالتالي بيخلي شوية تفريغ المعدة عندك في الاول بيكون بطيء جدا وده اللي بيديك الاعراض دي عشان كده احنا ما ينفعش نبدأ بجرعة كبيرة بنبدأ بجرعة صغيرة وبعدين بعد كده نزودها طب هل في احتياطات معينة للناس اللي بتستخدم المنجارو والله في احتياطات وفي موانع استخدام في احتياطات اللي هي مثلا لو واحدة ستة بتستخدم حبوب منع حمل وده اقصر احتياط لازم تاخد بالها منه حضرتك لو بتاخد حبوب منع الحمل فالدوى ده في اول شهر لازم تستخدمي وسيلة تانية غير الحبوب او تستخدمي وسيلة تانية عن طريق الرجل زي مثلا الوقت الذكري او كده اول شهر فقط ليه؟ لان الدواء ده في اول شهر بيقلل جدا من حركة المعدة فبالتالي بيقلل من امتصاص الادوية بتاعة حبوب منع الحمل او ممكن تبدلي اصلا حبوب منع الحمل بحاجة مثلا زي اللازقات او اللولاب او اي طريقة تانية لمنع الحمل ده مهم جدا اول شهر عشان بس ما يحصلش معاك ان موانع الحمل يتأثر مفعول بتاعها ويحصل حمل وبعد كده هتضطر يتوقفي كل حاجة طبعا ده لو انت مش مخططة للحمل في الفترة دي على ذكر الحمل هل اصلا الحامل ينفع تستخدم الدواء ده الى الان لا توجد دراسات تثبت امينية هذا العلاق في اثناء فترة الحمل او حتى فترة الرضاعة طب مين الممنوع ان هو يستخدم الدواء ده الناس اللي عندها سرطنات في الغدة الدراقية او عندها تاريخ مرضي بسرطنات الغدة الدراقية طب ايه اللي يحصل لو انا نسيت مثلا معادة جرعة بص حضرتك لو في خلال 96 ساعة خدها اول ما تفتكرها ما عندكش اي مشكلة اكتر من 96 ساعة فلازم تفوت الجرعة وتاخد اللي بعدها في معادة خلينا اديك مثال لو انت مثلا معادة جرعة بتاعتك كان يوم الاثنين وجيت انت مثلا سفرت او نسيت الجرعة ان انت تاخدها فعدة الثلاث والاربع والخميس المهم عده انت كنت في خلال 96 ساعة خدها اول ما تفتكرها طب اكتر من 96 ساعة فوت الجرعة دي وخد الجرعة اللي بعدها في المعادة العادي خالص يعني لو كانت مثلا دي اخر جرعة في الاثنين ونص انت فتحت الكرتونة خدت اول واحدة وتاني واحدة وتانية واحدة وكان بقيلك واحدة في جرعة الاثنين ونص وعد على معادها اكتر من 96 ساعة الغيها خالص واخد جرعة خمسة في يوم الاثنين اللي بعده دي الطريقة بتاعت ان انت ازاي تظبط لو نسيت موعيد الدول وعشان يبقى اغطينا كل حاجة طول ما العلبة بتاعت المنجارو مقفولة تحفظ في درجة حرارة من اثنين لتمانية طب انا فتحت مثلا الالم وخليته معايا بدرجة حرارة الغرفة اللي هي لا تتخطى 30 درجة مقوية فتقدر تحتفظ بالالم لمدة 21 يوم اكتر من كده لازم ترمي بس يا سيديو دي كل المعلومات اللي محتاج ان انت تعرفها عن دواء المنجارو اتمنى تكون الحلقة عجبتكم واتمنى شوفكم ان شاء الله الحلقات اللي جاء على خير وما تنسوش تتابعونا على انستجرام فيسبوك تويتر شوفكم ان شاء الله الحلقات اللي جاء على خير سلام عليكم اشتركوا في القناة